ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات الأحد جزيرة لومبوك الاندونيسية بعد بضعة أسابيع على هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلا على ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بايلانتينغ على عمق 7 كم وقال سكان من شرق الجزيرة أنهم شعروا بالهزة نقلت بكالة فارس الأنباء عن وزير الدفاع الإيراني قوله أن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل وأن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران وقال البيجادية جنرال أمير حاتمي سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية والناس سيرونها وهي تطير فضلا عن المعدات المصممة لها دع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين إلى المشاركة ماليا في إعادة أعمار سوريا لسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم وذلك خلال زيارة لألمانيا وقال بوتين قبل مباحثات مع المستشارة أنجلا ميركل يجب تعزيز البعض الإنساني في النزاع السوري وأقصد من ذلك قبل كل شيء المساعدة الإنسانية للشعب السوري ومساعدة المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون الموجودون في الخارج بات أغلب أرجاء مديرية الدريم التي تعتبر مفتاح الحديدة في قبضة قوات الشرعية اليمنية التي مشطت مناطق واسعة من المدينة بعد استسلام العشرات من ميليشيات الحثي فيما تمكن آخرون من الفرار من جهتها أفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحثي صلاح الخموسي المشرف العام على جبهة ميدي حيران بحجة قتل برفقة عدد من الانقلابيين في المواجهات مع القوات الحكومية أثناء تحريرها لمركز المديرية بالإضافة إلى السيطرة على الطريق الإسفلتي الرابط بين محافظات حجة وصعدة والحديدة